ساعة بتخيلوا نايمة تحت الطراب كل ساعة بتخيلوا شي بهدي حالة وربنا عطاني إياه وربنا بدي ياخده إذا كان الوجع لا يؤلم سوى صاحبه فإن حرقة أحلام تحاكي قلوب عشرات الأمهات اللواتي فقدنا أبنائهن بومض الانفجار عندما صورنا هذا التقرير لم يكن رامي قد عاد بعد للعيان تبدو متماسكة ربما هو إيمانها بقضاء ربها وربما أيضا هو فخرها بشاب تطوع لإرشاد فريق من فوج الإطفاء إلى طريق إخماد حريق المرفأ رغم أنه لم يكن دوره للقيام بالمهمة لازم هالي المشنعة تتعلق للكل الكل من الكبير من الرئيس الجمهورية لرئيس النواب هالي كل ياتهم هالي لازم كلهم يتعلق المشنعة هن يلي خربونا هن يلي عملونا هاك الأحزاب كل ياتهم وهي داك الواحد بيقول ما نحنا ما خصنا لا ما خصك أنت ماسك حطت إيدك على حطت إيدك على القار وعلى المطار خصك ونص كل شي بتعرفه تعرفوا كل شي بس تنكروا ساعة لما يصير الدم ما زال بتعرف شو فيه بهايفا ما بتعرف شو فيه ببلدك قلب الأم والأب ما في شي ببردك شي راح يعني اللي هو عاز شي عنده الأب والأم ولده راح العزيز وراح النيح نحنا بنقول بنقول يا رب يا رب تظهرنا الحقيقة ويشوفوا مين اللي مسبب هالشي هذا بس كعام وأكثر مر أسبوع التفجير على أهالي الضحايا فالانفجار الذي صهر الحديد ودمر الحجر ابتلع معه ضحايا لا يزال البحث عن بعضهم قائما حتى اليوم رغم أن المرفأ بات وجهة لفرق عالمية أتت خصيصا لنجدة لبنان والمساهمة في البحث تحت الركام نحن هنا لندعم الجيش اللبناني ولا يمكنني مقارنة عملية البحث في لبنان مع بلدان أخرى البداية دائما تكون صعبة عندما يكون هناك أكثر من فريق دولي يتعابن مع السلطات المحلية فقد الجيش اللبناني الأمل بإيجاد أحياء بين الضحايا أما الأهالي فباتت أقصى أحلامهم العثور على أي أثر لأبناء لم يتسنى لهم وداعهم حتى اليوم غنوية تيم الحدث بيروت